انتابع اسئلة على تحليل عبارة تكعيبية ناخد مثال رقم 5 نهاية سين تقترب من الرقم مثلا سالم 3 ناخد سين تكعيب زائد 27 ناخد البسط عبارة عن سين تربيع ناقص سين ناقص 12 اذا كأني ذمجت تحليل بس والسلام مع تعليل عبارة تكعيبية رقم 6 نهاية سين تقترب من الرقم ناخد مثلا سالب 2 ناخد سين تكعيب زائد 8 تحت ناخد عبارة عن سين زائد 5 الكل تربيع ناقص 9 اذا هذا كمان دمجت مع تحليل خاص رقم 7 نهاية سين ترسل للرقم 1 5 سين 4 ناقص 5 سين ناخد تحت 2 سين ناقص 2 تاني صرت اعمل حركات رياضيات وهذا نجب الاسهلة رقم 8 احسب نهاية سين تقترب من الرقم 4 2 سين تكعيب ناقص 100 و28 على 4 ناقص نتابع هاي الافكار ايش اول خطوة في علم النهايات التعويض المباشر نعوض سالب 3 هون سالب 3 هون سالب 3 تربيع ناقص ناقص 3 ناقص 12 على سالب 3 تكعيب زائد 27 تربيع السالب حكينا موجب 3 تربيع 9 سالب سالب موجب 3 ناقص 12 على سالب 27 زائد 27 9 و3 12 ناقص 12 هي صفر سالب 27 زائد 27 هي صفر على صفر ايجابي شمالها غير مقبولة اذا طلعنا على البسط تربيعي تحليل بسب السلام اذا طلعنا على المقام سين تكعيب زائد 27 هي مجموعة بين مكعبين وهذا اللي هو على الاصل دور واصلها السبعة وعشرين هي الرقم اللي امام السهم بدون الاشارة 3 عليها تكعيب اذا شو اصبحت سين تكعيب زائد 3 تكعيب اصبحت هاي تحليلها بيت صغير بيت كبير بناخد سين زائد 3 نربع الاول نعكس الاشارة ونضرب تصير ناقص 3 سين تعكس بس الزائد وتضرب وتلزقهم بعض نربع التلات تربيع الموجب 3 موجب 9 اذا نعود للمسألة المقام هو هذا المقدار سين زائد 3 هون سين تربية ناقص 3 سين زائد 9 والبسط تحليل بس بالسلام بتوقع كلكم بعرفوا الان بس بالسلام اكتبوا هون هامش هاي بس بس سين سهم سالب 3 انسى هاي حط سالب شو بتصير سالب سالب تصير زائد 3 اذا سين زائد 3 سين نقسم الرقم مع اشارته سالب 12 على اللي هو بس بس مع اشارته هاي سلام سالب 12 على زائد 3 سالب عموجة بسالب 12 على 3 اربعة اذا هاي سالب 4 نختصر سين زائد 3 مع سين زائد 3 نعوض سالب 3 في البسط والمقام اذا شو بطلع جوابي نعوض سالب 3 فوقه تحت سالب 3 ناقص 4 نعوض هون سالب 3 تربية ناقص 3 بسالب 3 زائد 9 انا وعدكم يطلع الجواب هذا مكرر تلات مرات 9 زائد 9 زائد 9 سالب 3 وسالب 4 سالب 7 اذا سالب 7 على 27 وهي اجابة اشمالها ايضا مقبولة كمان واحد التعويض التعويض المباشر نعوض سالب 2 بهدوء سالب 2 تكعيب زائد 8 عسالب 2 زائد 5 تربية ناقص 9 سالب في سالب في سالب سالب 2 تكعيب 8 هاي زائد 8 سالب 2 زائد 5 ثلاثة الكل تربية ناقص 9 سالب 8 زائد 8 9 ناقص 9 اذا تطلع صفر وهاي صفر وهاي اجابة ايش مالها غير مقبولة 2 البسط سين تكعيب زائد 8 هذا على الاصل يدور اللي هو مجموع مكعبين هاي مجموع مكعب والتمانية اصلها هو الرقم اللي امام السهم تكعيب شو اصلها 2 تكعيب التمانية اصلها شو منكتبها 2 تكعيب اذا شو تصبح هاي سين تكعيب زائد 2 تكعيب شو تحليلها ابنين ستلات 3 تلات شو منكتب سين زائد ايش 2 نربع نعكس ونضرب ناقص 2 سين نربع تربيع هاي موجب 4 اذا نعود المسألة هسا عزيز الطالب بإمكانك انك تحليل هاي في السؤال نفسه يعني مش زي انا مواضح حان هون بإمكانك تحليلها مباشرة على السؤال نفسه يعني هاي 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 سين زائد 2 سين تربيع نقص 2 سين زائد 4 تحليل اللي تحت المقام تحليل خاص المقام تحليل خاص وهو ليش قوس عليه تربيع شو تحليله سين زائد 5 سين زائد 5 مرة سالب مرة موجب الان رقمين ضربهم كم 9 اللي هم كم رح كونه 3 3 اذا نزبط الاقواس اذا هذا سين زائد 2 اذا هذا تحليل خاص وهذا سين تربية ناقص 2 سين زائد 4 وتحت انا وياكو شوي شوي موجب 5 ناقص 3 موجب 2 موجب 5 موجب 3 موجب 8 سين زائد 2 مع سين زائد 2 بتروح نعود سالب 2 تحت بتصير سالب 2 تربية ناقص 2 في سالب 2 زائد 4 عسال 2 زائد 8 سالب 2 تربية 4 سالب في سالب موجب 4 هاي زائد 4 سالب 2 زائد 8 اذا فوق عبارة عن 12 على مختلفات نطرح ونضع الاشارة الاكبر اذا 6 12 حسلت كم بساوي 2 وهي ايجابي ايش ما لها مقبولة كمان مثال ايش اول خطوة التعويض المباشر نعوض 1 5 في 1 قوة 4 ناقص 5 في 1 على 2 في 1 ناقص 2 5 في 1 5 و5 في 1 5 و2 في 1 2 اذا هاي عبارة عن صفر على صفر وهي ايجابي ايش مالها غير مقبولة طيب 2 البسط والمقام نحكي عن البسط البسط نخرج عامل مشترك لعدم وجود حد ثابت لوحده ده اللي احطوه سينات سينات المقام 2 سين ناقص 2 هذا شو نوعه خطي شو حكينا شو بنعمل بنطلع هذا وين برا بنطلعه برا 2 برا ونضع داخل القوس نضع هنا بس بس اللي هو ايش سين ناقص واحد بنلغي هاد نحط ناقص اذا شو بتصير 2 في سين ناقص واحد اذا هاي المقام خلينا نرجع للمسألة هات توضيحات فش علي علامات هاي لكم 5 سين 4 ناقص 5 سين على 2 سين ناقص 2 يلا شوي شوي بهدوء شو العام المشترك بين الخمسة والخمسة اذا متشابهين شو بناخد اي منهما السين 4 والسين 1 شو باخد سين الاقل درجة الان زي ما تدربنا بنقسم هاد عهاد هاي هامش 5 سين 4 على 5 سين 1 5 بتروح مع 5 السينات بنطرح 4 ناقص 1 شو بتصير سين قوة كام 3 هاي سين قوة 3 ناقص 5 سين 1 تقسيم 5 سين 1 5 سين 1 على 5 سين 1 ايش عا نفسه شو بيسا 1 على هاي حكينا تحليلها بتطلع 2 برا وبنحط في الداخل سين ناقص 1 وضحنا عفوق اذا هاي توضيحها هون بلا شو تفكر انهم بعض هاي هاي اذا بصير توضيحها 2 برا وبظل داخل القوس بس بس اللي هو سين ناقص 1 طب هاي كويسة لكن هاي سين تكعيب ناقص 1 هاي كمان ايضا على الاصل يدور فرق بين مكعبين الناقص الناقص لها التكعيب الواحد هو واحد تكعيب اذا هذا التحليل على الاصل يدور اذا توضيح لها السين تكعيب ناقص 1 هذا على الاصل يدور واصلها الواحد هي الرقم لامام السهم تكعيب هي واحد تكعيب اذا سين تكعيب ناقص 1 تكعيب تحليلها نفس الاسلوب سين ناقص 1 نربع الاول نعكس ونضرب نربع التاني اذا اصبحت المسألة هاي على الصورة التالية نهاية سين تقترب او خليني اكتبها هون عشان الامور ما تدخل عبعض هذا السؤال خلينا اجله للوحة اللي بعده اذا اصبحت المسألة على الصورة التالية نهاية سين تروح لواحد هون خمس سين هذا عبارة عن تحليلها هذا هو تحليلها سين ناقص واحد سين تربيع زائد واحد سين زائد واحد اللي تحت عبارة عن اتنين في سين ناقص واحد بتوقع بيانات الان صفة لدينا نهاية سين تقترب من الواحد خمس سين في سين تربيع زائد واحد سين زائد واحد على اتنين نعوض واحد فقط بدل السينات خمس في واحد واحد تربيع زائد واحد في واحد زائد واحد على اتنين خمس في واحد خمسة هاي واحد وهاي واحد وهاي واحد وهاي اتنين خمسة في تلاتة على اتنين شو بتساوي خمس طعش على اتنين وهي ايجابي شمالها مقبولة نتابع اخر مجموعة في المادة هاي في حصة اليوم ناخد اخر اسئلة مثال رقم